السلام عليكم وياكم زياد علي وهذا الفيديو رح نشرح المبني المجهول passive voice المبني المجهول هو حدث صار وانت تذكر الحدث بس ما تذكر من اللي سوى اما لانه انت اصلا ما تعرف من اللي سوى او انت تعرف من اللي سوى بس ما تريد تذكره مثلا السيارة انباقت انا اذا قلت محمد باقي السيارة هذا مبني المعلوم لانه محمد هو اللي بايق السيارة بس اذا قلت السيارة انباقيت فهذا مبني المجهول لأنني ما قلت لك منه اللي باقي السيارة وأني ما قلت لك منه اللي باقي السيارة لأنه لربما ما أعرف منه باقيه أو لربما أعرف بس ما أريد أقول لك نفس الشي لو قلنا البلازمان كسرت أنت ما تريد تقول منه لكسر البلازمان من قلت البلازمان كسرت هذا مبني المجهول المبني المجهول بيونت ستة مربوط بسبعة زمنة وبالتالي يبيه سبع قاعدات وأنت قاعد بالامتحان مو بس تحتاج تتذكر القاعدة لا محتاج تحلل الزمن وتعرفه هذا يا زمن حتى تقعد تذكر القاعدة ما لهذا الزمن ولهذا السبب هذا الموضوع صعب بس أكو أربع خطوات إذا افتهمتهم ما راح تحتاج تحفظ السبع قاعدات ولا راح تحتاج تعرف هذا يا زمن ولا تدوخ نفسك هذن الأربع خطوات ينطبقا على الأزمنة السبعة سبعتهم الخطوات هنا أول شي تنزل المفعول به ثاني شي الجملة إذا بيها فعل مساعد تستخدمه وإذا ما بيها فعل مساعد تعبر على الخطوة اللي بعدها الخطوة الثالثة تحط فعل كينونة بنفس زمن الفعل الرئيسي يعني شنو فعل كينونة بنفس زمن الفعل الرئيسي يعني الفعل الرئيسي إذا كان مضارع ففعل الكينونة تحطه is أو are أو am إذا كان الفعل الرئيسي ماضي الفعل الكينونة مالك رح يكون was أو where إذا كان الفعل الرئيسي قبل will ففعل الكينونة مالك رح يكون be إذا كان الفعل الرئيسي قبل have أو has أو هات فعل الكينونة مالك اللي رح تخليه هو bin إذا كان الفعل الرئيسي bing تخلي bin وهس ناخد screen هذا الجدول اللي رح تحتاجها بعدين هس الخطوة الرابعة نحول الفعل الرئيسي للتصريف الثالث هذاني أربع خطوات إذا طبقتهم على أي جملة رح تنحل بغض النظر عن الزمن والدهن يلا هس تعال نحل المثال الأول المفعول به من هو the house أول شيء أنزل المفعول به ثاني شيء أنزل الفعل المساعد الموجود بالجملة نفسه هاي الجملة ما بها فعل مساعد وإحنا قلنا إذا ماكوا فعل مساعد نعبر على الخطوة الثالثة يعني نعبر هاي الخطوة بعد زين خطوة الثالثة ش دقول نوضع فعل كينونة بنفس الزمن الفعل الأصلي زين فهنان رح نرجع للجدول حتى نشوف شنه فعل الكينونة المناسب هنان الفعل الرئيسي مالي يعني بالمضارع فالفعل الكينونة المناسب هو أما إز أو آر أو آم زين the house المفعول به ماليش رح ياخذ رح ياخذ إز وهس ننفذ الخطوة الرابعة والأخيرة اللي هو ناخذ الفعل الرئيسي ونحوله للتصريف الثالث الفعل الرئيسي كلينس رح نسوي كليند نحذف الاز هاي اس الشخص الثالث ونضيف ايدي للفعل everyday تنزل وطبعا هنانة تقدر تقول باي سارا وتقدر ما تكتبها إذا كتبتها صح وإذا ما كتبتها اهم صح تعال ناخذ مثال ثاني somebody rubber the shop yesterday هس أول خطوة نزل المفعول به المفعول به منه the shop نزلت the shop أستخدم نفس الفعل المساعد الموجود بالجملة ما عندي فعل مساعد بالجملة أعبر على الخطوة البعض نضع فعل كينونة بنفس الفعل الأصلي تعال مولاي ارجع لي للجدول زين قبل لا أطلع الجدول أنا الفعل الرئيسي ما لي شنو رابط يعني فعل ماضي تعال طلع لي الجدول الفعل الماضي شنو اللي ناسبه was أو where اوكي فأرجع هل أستخدم was لو where the shop مفرد يجوره was هس الفعل أحوله للتصريف الثالث رابط هي ماضي وهي تصريف الثالث يعني ما راح أغير أي شي هي ما ضيوف لها ايدي حتى تصير ماضي وأنا إذا أردس وهي تصريف الثالث همين راح أضيف ايدي فما راح تتغير yesterday تنزل the shop was robbed yesterday سورق المنزل البارحة تعال ناخذ مثال ثالث ali is fixing my mobile now أول خطوة أنزل المفعول به المفعول به منه my mobile ثاني خطوة أنزل نفس الفعل المساعد الموجود اللي هو هنان عندي شنو ال is هس الخطوة الثالثة أستخدم فعل كينونة مناسب للفعل الرئيسي الفعل الرئيسي هنا fixing bing تعالي للجدول إذا كان الفعل bing إيش راح نخلي راح نخلي bing إذن هنا راح نخلي الخطوة الثالثة شنو bing خطوة الرابعة الفعل نحوله للتصريف الثالث الفعل fixing نحذف ال ing ونضيف ed حتى يتحول للتصريف الثالث فيصير fixed and now تنزل فيصير my mobile is being fixed now يتم إصلاح هاتفي الآن وتقدر بالأخير تكتب by علي يكون جوابك صح وإذا ما كتبتها هم يكون جوابك صح هس مثال رابع they were repairing the devices yesterday أول خطوة أنزل المفعول به the devices المفعول به هو the devices ثاني خطوة أنزل نفس فعل المساعد الموجود بالجملة الفعل المساعد الموجود شنو where ثالث خطوة الفعل مالي الرئيسي بING فأروح أشوف شنو اللي ناسبه الفعل الكانون المناسب لهذا الفعل الفعل الكانون المناسب هو بينغ أنزل البينغ هس الفعل الرئيسي repairing أحوله للتصريف الثالث يصير repaired وأنزل اليستردي وأقدر أنزل باي ذي وأقدر ما نزله باي ذي the devices were being repaired يستردي تم إصلاح الأجهزة البارحة وتعالها سناخذ مثال خالص Peter has painted the room already أول شي أنزل المفعول به the room بعدين أنزل نفس الفعل المساعد الhas هنا عندي فعل المساعد وأنزلها نفسه هس الخطوة الثالثة أخلي فعل الكانون مناسب للفعل الرئيسي هنا عندي painted فعل بالتصريف الثالث وقبل has فنرجع للجدول نكبره يشوف إذا كان الفعل الرئيسي قبل have أو has أو had تخلي قبل بين إذن فعل الكانون المناسب مالي هو بين خليت بين البين تحولها للتصريف الثالث هي أصلاً ينضيف الها ايدي هي حتى تتحول تصريف الثالث البينت لازم ينضاف الها ايدي وهو ضاي في الها ايدي خلاص ما سويلها شيء تنزل وأقدر أكتب باي بيتر وأقدر ما أكتبه صار الحل the room has been painted already الغرفة صبغت بالفعل وهس نحل مثال سادس ألي هات بايد the bills last month أول شيء أنزل المفعول به المفعول به the bills وراح أنزل نفس الفعل المساعد الفعل المساعد هنا أنا عندي منوة هات أنزل الهات هس عندي بايد وقبلها هات أروح أشوف الفعل الكانون المناسب هستشوف الصورة إذا جاء الفعل الرئيسي قبله هاف أو هاز أو هات نخلي بين فإذن رح نستخدم البين حس التصريف الثالث ما الفعل بايد هو نفسه بايد ما يتغير هو ماضي وهو تصريف ثالث وأنزل last month وأنتو تعرفون أقدر أكتب بايا ألي وأقدر ما أكتبه بالحالة أني صرحة لي صح the bills had been paid last month القوائم دفعت في الشهر الماضي هس تعال نحل مثال سابع the company will finish the project on time أول شي أنزل المفعول به من المفعول به the project أستخدم نفس الفعل المساعد وال عندي وال أنزل نفسه أجل الخطوة الثالثة أستخدم فعل كينون مناسب عندي finish وقبل وال أو رح أشوف الجدول إذا فعله قبل وال شنو الفعل الكينون المناسب الفعل الكينون المناسب هو بي زين إذا رح أنزل البي هس الخطوة الرابعة أحول الفعل للتصريف الثالث الفنش التصريف الثالث ما رح شنو finished on time تنزل وأقدر أكتب by company وأقدر ما أكتبها بالحال تنصح the project will be finished one time يعني سيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد هس تعال نحل مثال وزاري وبي لوفة ضروري تفتهم هاي اللوفة المثال يقول somebody was opening the gates when we arrived rewrite in the passive form يقول أعد كتابة الجملة بالمبني المجهول زين أول خطوة شي سوي أنزل المفعول به المفعول به منه the gates انتهينا ثاني خطوة أستخدم نفس الفعل المساعد الموجود الفعل المساعد هنا منه was ثالث خطوة أخلي فعل كينونة مناسب للفعل الرئيسي الفعل الرئيسي opening أشوف بجد والشنو اللي يناسبه اللي يناسبه being وهس الخطوة الرابعة أحول الفعل للتصريف الثالث opening نحذف ال-ing ونضيف لها ad والصير تصريف ثالثي الصير opened when we arrived تنزل طبعا نقدر نكتب by somebody ونقدر ما نكتبه بالحالتين الحل يصير صح بس هل هاي الجملة صحيحة هل هذا الحل صحيح طبعا الحل مو صح وأريدك تركز بالجملة وتشوف لي شنو الغلطة بها يلا ركز ركز بعد زين أنا راح أساعدك هس شوف هذا ال-s راح ألون لك يا باللون الأحمر عسى ولعل لا تفتهم يعني اذا انت افتهمت مبروك عليك انت ذكي وشاطر اذا انت مفتهمت تعال فهمك the gate هاي ال-gate لازم يجوراها where مو-was احنا استخدمنا ال-was لأنه كانت موجودة بالجملة الأصلية كانت-was لأن كان الفعل somebody هسا انا بالبداية عندي مو somebody عندي gates البوابات وال-gates جمع والجمع ميرهم يجوراه-was لازم يجوراه where فهاي ال-was هسا راح يشطبها وبدلها where فصارت-the gates were being opened when we arrived والحنا انتهت المحاضرة وشكرا لكم